ملامح أعياها طول الانتظار أكثر من سبع سنوات مضت على انتهاء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ولا تزال نساء وأطفال السقلوية يجهلون مصير ذويهم من الذين اختطفوا عام 2016 قلت لهم يا أبا أحنا الريد ولدنا لهم حدية ولدكم بحشارة بهذا أحنا حشد أحنا حشد هم قالوا لي والله وهذا الله قلت لهم احنا حشد حدية يحكينا بس صحيح ابن أولدك ما عدهم شي بهذا الشار بنجيب السياه عدهم شي أفرشي إيديك بالتراب وقوم قلت لهم والله ما عدهم والله بري من مثل ما أنت بري من أمك ندري ولدنا ما عدهم كل شي وأحنا متطمنين منهم قلنا غير قالوا لنا ما عنده شي نجيبه أشو ما عنده شي مرشبينهم وما أخذينهم اللي ظلوا جاعدين مواليد الفين وما دي شنهي ظلوا قاعدين مكانهم يقول جابوا لهم منشعات وطريات شية لهم ومشوا وإيه لهذا يومك ما نعرف عنهم منسقي للروح ندقهم حاسبات للرمادي البغداد ما خلنا سجون ما افطرنا عليه وندقهم حاسبات وإيه هذا يومك ما ندري أنهم وين صاروا والله ما صار ما ندري كل شي على الله من خلجة أن توسل عليهم وسالة ولدنا ولدنا أبرياء وما أدهم كل شي على الله من خلجة ونريد من أدهم ويدورون لولدنا أطفالهم هاي ظلت برقابنا ونساوينهم دايحة وهم أبرياء يشهد عليهم الله ومحمد رسول الله وإلى جانب وجع التجاهل الحكومي لهذه الصلخات ترك غياب المعيل هذه العائلات بلا دعم مادي فباتوا في حالة يرثى لها لولا مساعدات المنظمات الدولية ولا واحد جاء وقال إيه ذولة ولدكم ولا ترى خاسة خلف الله على المنظمة وقاية الدول جاءت تجيب لهم عيشة تنطيهم فلوس تنطيهم حتمة لابس ولا واحد جاء وقال وين جاءت دوري لهم يعني إحنا معايفين ومعايماكو جريمة مركبة مكتملة الأركان تشخصها ناحية السقلوية التي باتت أنموذجا صارخا لمدى غياب العدالة في العراق الجديد إذ تشير إحصاءات منظمات محلية ودولية إلى اختطاف أكثر من 11 ألف شخص على يد الميليشيات والأجهزة الحكومية بين عامي 2014 و2017 في حين تواصل السلطات الطمس التحقيق في هذا الملف رغم تعهد الكاظم بمتابعة الملف قبل نحو عامين